هو مؤتمر شرم الشيخ ده تكلف كام كوب 27 ده تكلف كام اجاوب لك انا وانت مالك طب انت مالك ليه؟ اوانا دفع حاجة من جيبي يعني احنا جمهورية مصر العربية دفعت حاجة؟ لا القمق يا سيدي بس عشان بس تتبقى فاهم ان العلبة تاعت الاخوان دي شوية عيال حقيقي مجرد نفايات بشرية وبيقعد يشتغلك لما تبقى في عندي موجة شغالة على مواقع التواصل الاجتماعي مصر صرفت مش عارف كام مليار دولار على المؤتمر مكانه طبعا فيه طبعا النغمة بتاعت مكانه يوزعوها مكانه يرخصوا بيها الاسعار مكان خد بالك الاخواني الصحيح جاهل وغبي وتافه وحقير ومنحط ووضيع ده طبيعي واعلامه زيه وده طبيعي برضو حقيقي يعني اعلامه مطالة الوضاع بس مش دي قصة لكن في دي هو عارف ومتأكد ويقيل انه ده مش حدث جديد ده حدث بيتكرر احنا المرة دي السرعة وعشرين الامم المتحدة هي التي تتحمل تكلفة هذا المؤتمر مصر هي التي تقوم بالإيه؟ تقوم باستخدام هذه الاموال علشان تحضر المؤتمر ميت فل؟ بس الاخوان بيعملوا ايه؟ قاعد عمال بيشتغلك بيشتغلك ليه عشان يستخدمك؟ عشان يلعب بيك فبيلعب على عواطفك طيب هيلعب على ايه في عواطفك اليومين دول جيبك محفظتك الارشنات بيلعب على عواطفك جيبك الارشنات ازاي؟ اه ما فيه ازمة فيه اسعار فيه مش عارف ايه فروح جايلك ايه؟ مصر صرف والله العظيم انا شفت البتاع ده مثلا بتاع ستين مرة على تيك توك ستين مرة ستين فيديو مختلف مصر صرفة كانوا هم رقمين خمستاشر وسبعتاشر خمستاشر مليار دولار مصر صرفة سبعتاشر مليار دولار على على مؤتمر شرم الشيخ اخر حاجة بقى بدأ يخش في مرحلة ايه؟ مصر صرفة عشرين مليار دولار مصر صرفة لا ايا مصر مش صرفة دولار مصر جمهورية مصر العربية الدولة المصرية الموازنة المصرية الخزانة المصرية الاقتصاد المصري حلو؟ لم يصرفوا مليما واحدا وليس دايم او سنت امريكي حتى على المؤتمر دي تكلفة تتحملها الامم المتحدة هل دا في الحالة المصرية؟ عشان بقى الاخواني يقولك ايه؟ معارفين ان احنا فقرانين ومفلسيين عشان كده هو الوقت يسمع رد من واحد اسمه يوسف فيعمل ايه؟ والاخوان عندهم في حياتهم صداع اسمه يوسف الحسيني انا ما عرفش بوجعهم كده ليه؟ بس مش يعني تمام فليذهبوا للجحيم حقيقي يعني حقيقي كويس؟ جلهم ساكتة كده من ربنا ربنا قادر ليه؟ عشان اشرار المهم يعني سيبنا من ده لكن هيروح جاي يقولك ايه؟ شفت؟ اه اه يوسف قال لك دا الامم المتحدة هي اللي صرف عارف صرفة ليه؟ مصر ما عاش فلوس مصر فليست خلاص فيش حاجة ولا حتى عارفين يعملوا المؤتمر ما عامش فلوس فالامم المتحدة راحت مبهبشهم بالمبلغ دا خالص اي دا بما فيها المملكة المتحدة ممثلة في اسكوتلندا السنة اللي فاتت في كوب 26 الامم المتحدة برضو اللي دفعها بما فيها السنة الجاي دولة عربية الشقيقة الامم المتحدة اللي دفعها باريس زمان فرنسا الامم المتحدة اللي دفعها هو دا المتعارف عليه المتفق عليه ان هذا المؤتمر بتاع المتغيرات المناخية دا يا جماعة علي النعمة الامم المتحدة اللي بتدفع لأي دولة تطلع أمريكا تطلع ألمانيا فرنسا بلاد تركب الأفيال لا الهند وقل واق بالمناسبة هي اليابان عشان تبقى أنت عارب ببعضه ده جزء من الحاجة تنزل تفهمها حدو لكواء الوقت أعرف أن دي اليابان مهم يعني الأمم المتحدة اللي بتدفع لاش أي علاقة بالوضع الاقتصادي بتاع الدولة لكن إحنا بقى بالنسبة لنا مستفيد أنا مستفيد مؤتمر سياسة وأنت فاكر أن المناقشات هتبقى يلا بينا نتحول لإقتصاد الأخضر وحسب دي السياسة سياسة اقتصاد علاقات واستثمارات وناس تقعد وتتكلم وهنا اللي ببقى ده تحول لإقتصاد الأخضر مثلا وده الأساس بتاع المؤتمر بتاعي إزاي هقدر أساعد دول العالم أنها تتحول إلى اقتصاد أخضر أقل تلويثا للبيئة وأقل تلويثا للكوكب ويحد من حدة المتغيرات يقلل من حدة المتغيرات المناخية كل دي فلوس هتوجه لبعض الدول وتوجه لمشروعات ونبدأ نغير حاجات ونبني حاجات أكتر وهكذا فلوس أنا مستفيد طبعا من هينبني من الحب جانب وجانب كبير بالمناسبة أقول إن شاء الله ده واحد علاقات سياسية وأعاداته ومنأشاته ومباحثاته ونحل مشاكل ونتطرق الملفات إلى آخره بالمناسبة هو أنت متصور أنه مثلا نهار ده الرئيس بيتكلم في الجامعة العربية أو في القمة العربية في الجزائر عن قضيتنا المركزية الأولى فلسطين أنت متخيل أنه هو الرئيس لما يعود في مباحثات سنائية مع بعض من زعماء وقادة العالم مش يتكلم في ده ما مصر أصلا هي المسؤولة عن المصالح ومصر هي المسؤولة عن وقف إطلاق النار ده جو بايدن كلم الرئيس ثلاث مرات عشان موضوع ده بيتشكر طيب قال لك خد بالك بقى عشان الإخوان ما يجيش يقول لك أصل لا هي كل على حساب الأمم التحت تعالى على اللي بعده معلش أنا طولت قبل الفصل تكون في السريع بس واضح أن أنا لا أستطيع السيطرة على نفسي لكن هرجع بقى أقول لك خد بالك العيل بتاعت الإخوان العقل الوضيع التافق اللي بيشتغلك قال لك إيه قال لك بريطانيا عايزين تعرفوا ما نخلي بقى أمت اللي اتبعهم دلوقتي عاديين إيه مرميين في بريطانيا بس هم مرميين نرمية إيه عد توتو على كبوتو الفلوس بالعبيط بالعبيط هو أنت فاكر إنه القاعدة في لندن بلوشي حلو كأن الإخواني قاعد بيعد في لندن بالميت عشان الشهر لو قاعد في حق الله العظيم يقعد في حتة كده السرير رجله تخبط في الحطة اللي قدامه بمطبخ يدوب يتحرك فيه ممكن يقع فوقه ده 3000 سترليني قال له وبناكل وبنشرب وبندفع فواتير الكهرباء والمية وفواتير البلدية القصص بتاعت الضرائب هناك كبيرة يعني من الصغيرة يعني كام نعزين بس نعرف السبوبة على كام يلا إلهي لا يبارك لكن هرجعك على إيه بقى قال لك إنجلترا مش رايحة أديكو شفتوا عارف المؤتمر ده لو ليه أهمية كان إنجلترا راحت طب ما هنجلترا جاي أهو 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 رئيس الوزراء البريطاني يعلن إنه جاي الكهد الإخواني هيقول لك إيه بقى هو مش جاي علشان مصر هو جاي علشان المؤتمر بتاع المناخ ده مؤتمر عالمي دولي مهم قال لا مش أنت الأسبوع اللي فات أيها الوضيع لا الوضيعين أو كل الوضعاء بتاع الإخوان مش أنتوا قلتوا إنه هم مش هيجوا عشان مصر مش مهمة ومش عجبهم مصر وما بيحبوه مش أنتوا اللي قلتوا كده يعني المسألة في المجيء إلى شرم أو عدم المجيء متعلقة بإنه الحكومة البريطانية أساسة البريطانيين رئيس الوزراء البريطاني مش عاجبه اللي بيحصل ومش عاجب إيه فمش جاي طيب أو دلوقتي جاي يرد الإخوان يقولك إيه ده هو جاي مسألة مش متعلقة بمصر مسألة متعلقة بالمؤتمر فهو جاي عشان المؤتمر ما تختار البيضة ولا الفرخة شوف أما قولك الإخوان بيشتغلوك قديني وضحت لك قدر اللي استطاعه علماشي في ظل ضيق الوقت إزاي الإخوان بيشتغلوك بيشتغلوك في كل حاجة يشتغلوك في قصة بريطانيا جاي مش جاية وبعدين يشتغلوك في قصة بريطانيا جاي يشتغلوك في قصة مؤتمر المناخ بكام طب مين اللي صارف تقولو ده مش مصر ده الأم المتحدة يقولك آه عشان انتم معكوش فلوس تقولو طب فرنسا أكيد معها فلوس وسكوتلندا معها فلوس وغيرهم معها فلوس يشمعنا يعطى ليعمل كده كلبه أعور حزين على رأي سور الباب لله رحمه ده كأن الإخوان بل إنه الكلبه أشرف بصراحة عند وفاء الإخوان اللي لا يحمل وفاءا ولا انتماءا ولا ولا بيشتغلك 24 ساعة اشتغلات